الصين تنهي مناوراتها حول تايوان وتصدر كتاباً أبيض تخير فيه سلطات تايبي بين الانضمام للصين الأم كنموذج هونغ كونغ أو استخدام القوة كملاذ أخير الكتاب صدر من مجلس الدولة الصيني بعنوان قضية تايوان وحالة إعادة توحيد الصين في العصر الجديد كان بمثابة يد ممدودة للسلطات التايوانية لتسوية الوضع نص الوثيقة يعد تايبي بالازدهار الاقتصادي بعد التوحيد وإعادة ضمها إلى راية الصين واقترحت تعزيز العلاقات الثقافية في مجال الضمان الاجتماعي والصحة بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بشكل أفضل خصوصاً عبر سياسات تفصيلية ووعدت التايوانيين بوطن قوي وأكثر أماناً يحظون فيه بقدر أكبر من الاحترام على الساحة الدولية لكن الوثيقة لم تخلو من انفتاح بكين على الخيارات الصعبة ولوحت باستخدام القوة في ظروف قاهرة لمواجهة السفزازات الانفصاليين أو القوى الخارجية إذا تجاوزوا الخطوط الحمراء الوثيقة وإن حملت نوايا حسنة في بعض أجزائها إلا أنها تصطدم بالموقف التايواني ذلك أنه خلافاً للحكومة السابقة ترفض الحكومة الحالية في تايبي اعتبار تايوان والبر الرئيسي للصين جزءاً من صين واحدة أما المستوى الشعبي فيبدو واضحاً من خلال اتجاه الشباب في تايوان إلى تطوير هوية مختلفة عن هوية الصين القارية بتشجيع من الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال وهو الحزب الحاكم حالياً وهم من تصفهم بكين بالخونة الذين يريدون الانفصال لصالح الغرب اشتركوا في القناة